بموضوع السياسة الخارجية الروسية ماذا تحاول روسيا أن تفعل؟ مرة بيعلنوا عقيدة قتالية جديدة مرة عقيدة متعلقة بالسياسة الخارجية ماذا يحاول الروس أن يفعلوا من خلال هذا الأمر؟ والحديث دائما عن موضوع صناعة النظام العالمي الجديد هذا اللي قلت من شوي أنا بموضوعة أنه هذا نظام صغير نظام مافيا بمعنى نظام اقتصادي مو قائم على منظومة أخلاقية مثل ما كان الاتحاد السوفيتي قائم على أهواء أشخاص عصابة المافيا أسرة المافيا اللي عبتقول أنا بدي عيد عز الإمبراطور القيصر إيفان والإسكندر الرئيس لعنى ما لطعنا هالجديد العقيد السياسي هذا بماله أي معنى لسبب كتير بسيط أنه الاقتصاد العالمي ينمو وفق العولمة أمريكا تشعر بتهديد الصين لماذا؟ لأنه رأس المال إذا استمر التطور بهذا الشكل النمو الاقتصادي الصيني بهذا الشكل رأس المال سوف يرحل طواعيا بدون حرب إلى الصين وستصبح العالم القديم أوروبا وأمريكا جزء من الأطراف وتصبح الصين هي المركز إلى أن يحدث هذا الشيء وهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا إلى أن يحدث هذا الشيء الصين مو من مصلحتها تخرب هذا النظام لأنه تخريب هذا النظام يعني إقامة نظام جديد قائم على أسس جديدة هي ما عندها أسس جديدة من هارل إيجا كيسينجر لعندهم قرروا أنه يكون القمع السياسي والحريات الاقتصادية بمعنى نظام رأس مالي بوجود الحزب الشوعي وما عندهم فكرة جديدة أكثر من هيك يعني ممكن تطوروا مرة بالرئيس الصيني السابق رئيس الحزب الشوعي اللي سبق الرئيس جي وقت اللي دعا إلى لبرالي في الطرفين لبرالي في النظام السياسي كما هو النظام الاقتصادي مو لبرال وحر ولكن عجزوا عن أنه يستمروا لأنه هذا هدد مصالح اللي خليني يقول الطبقات الحاكمة ذات التفكير الامبراطوري أصلا لأن هؤلاء جايين كمان من حضارة عريقة بتعتز بامبراطوريتها طيب هنا أسر صفوان إلى أي مدى يمكن للميدان أن يفرض متغيرات على أطراف الصراع المتغيرات عم بتحاول الوقت المتحدة أن تفرضها وتساوي فرملة للنمو وتجعل هناك بؤر نمو منافسة للصين بحيث لا تستطيع الصين أن تصل إلى ما تحلم إليه يعني موضوع تنمية وتسريع تصنيع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وأندونيسيا والفلبين هذا كله موجه ضد مستقبل الصين هذا اللي الصين عبتقول لا تساوهي خلوني أنا أصير قطب الولايات المتحدة ليس ساوت هذا الحلف العابر للقارات وبدأت تنسحب من الشرق الأوسط وبدأت تنسحب من أوروبا وإجا عما عب يعمل خدمة كتير كبيرة للصين الانتحاد الروسي بأنه عب يشغل أمريكا والعالم الحر عن الانتقال إلى معركة تفتيت التنمية الصينية لصالح تنمية محيطة بالصين تخنق الصين اشتركوا في القناة